هذا وتفقد الرئيس السيسي معرض مصر الدولي للبترول إيجابس 2023 في نسخته السادسة تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط الدعم العرض والطلب العالمي على طاقة المستدامة واستمع رئيس السيسي إلى شرح مفصل من وزير البترول والثروة المعدنية طرق الملة حول أجنحة المعرض والذي أكد بدوره أنه يتم تركيز حاليا على التنمية المجتمعية والعمل على التحول الرقمي والقراءة الجيولوجية الإلكترونية لتستخدمها الشركات العالمية دون الحاجة إلى عمل مزايدات وكراسات طرح